موسيقى موسيقى طبعاً هو يخلط يخلط خلطاً شنيعاً بين العلم الذي يحسنه وبين الفلسفة الفلسفة العقلية التي لا يحسنها مثل 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 عشرات من هؤلاء العلماء الذين هم حجج قوية في مجالاتهم العلمية بلا شك حجج محترمة ولهم وزن وثقه الكبير أيها الإخوة إلا أنهم إذا تكلموا في الفلسفة وهم يتكلمون يفعلون يعتون بالعجائب مبادئ بسيطة لا يحسنونها لا يدركونها وطبعاً يعرف هذا الفلسفة ويتندرون عليهم لأنهم يخلطون خلطاً بشعاً بين هذا وهذا لديهم قضية يريدون أن يبشروا بها قضية الإلحاد يريدون أن يقنعوك العلم وحده لا يمكن أن يقنعك بأن الله موجود أو الله غير موجود ما رأيك؟ إطلاقاً لا يوجد علاقة أي مقدمة علمية بحد ذاتها وذكرت هذا في محاضراتي في المطرح وفي كتابي مطرقة المرهان وهذه ناحية فلسفية لا علاقة لها بقضية الألوهية لا من قريب ولا من بعيد بحد ذاتها لكن إذا جعلتها مقدمة مقدمة في قياس في استدلال منطقي آه يصلح أن تكون مقدمة ومقدمة مفيدة جداً ومثمرة لكن هذا القياس كله في نهاية المطاف يخطع لماذا؟ في قوانين عقلية عمل عقلي ليس قضية علمية سينتفك هذا شيء مهم ومثل هذا من بساطة ما يعرفه دارس الفلسفة فلسفة يعني ودارس المنطق هؤلاء يعرفون هذا ولذلك يقعون في الخلط دون أن يدروا أنهم يخلطون وأنهم يشوهون الحقائق بمثل هذه الطريقة بمثل هذه الطريقة على كل حال ما قاله وحذر منه في معرض السخرية أنتوني كيني الإنجليزي من أن الملاحدة يرضون لعقولهم أن تسلم بأن الكون وجد من لا شيء طب كيف وجده بواسطة لا شيء وقال هذا ساخرا كمان أيضا لا شيء من لا شيء أوجد الشيء الله أكبر شيء عجيب يعني يبدو أن هذا أصعب بكثير أن تسلم به إذا كنت تحترم عقلك من أن تسلم بوجود الإله والذي يصبق وعاق إلى حكيمة مدبرة قوننت أو قننت القوانين أوجدت كل شيء من عدم وما إلى ذلك هذا أسهل بكثير من أن تقول لي اللا شيء وشيء حكيم ودقيق وذكي من اللا شيء أوجد الشيء أوجد الكون وأوجدني لكي أتكلم هنا بهذا المنطق وأوجدكم لكي تسمعوا وتفكروا وتسخروا أيضاً وتضحقوا ما هذا؟ هذا منطق الآن علماء كبار عندهم قضية يدفعون عنها قضية الإحهاد هل كل العلماء؟ لا لا اللهم لا هناك علماء كبار جداً أيضاً وحاملون لنوبل مؤمنون عميقوا الإيمان بالله ويرون ويرون أو ينظرون إلى أمثال هؤلاء الملاحدة على أنهم يتورطون في مناقضات منطقية وعقلية بشعة أنا لخصت المسألة قبل سنين بالقول بأنه لكي تلحد عليك أول أن تنتحر عقلياً أعلم أن هذه العبارة عميقة وغير مفهوة ليس من السهل أن يضح معنى هذه العبارة لكل أحد ما معنى أن أنتحر عقلياً خطبة اليوم محاولة لفك لفك هذه العبارة تفكيك هذه العبارة كيف؟ لماذا؟ لماذا علي أن أنتحر عقلاً إذا أردت أن ألحد؟ لماذا الملحد بالتالي منتحر عقلياً؟ محنوح حامل النوبل في الفيزيائي أخي في البيولوجي في الفيزيولوجي في الطب لا أعرف ماذا؟ في التاريخ في الفلسفة لا يوجد نوبل في التاريخ أتقل ولا في الفلسفة ترى كيف؟ عالم كبير حجة على مستوى العصر طبعاً هناك حجج على مستوى العصر والعصور مؤمنون جيدون جداً وهناك حجج ملاحدة إذاً قضية ليست في حجة السلطة انتبهوا لا تفكروا بطريقة هذه مغالطة مغالطة السلطة يا أخي هذا علامة هل أنت مثله؟ لكي ترد عليه هذا كلام فارغ لأنه هناك علامة ثانية مثله أكبر منه مؤمن نأخذ الإيمان قضية مسلمة دون أن نبحث لأنه هناك علامة كبيرة أرسته كان مؤمناً مؤمن بالله المحرك الذي لا يتحرك أو المحرك الرئيس المحرك الرئيس المحرك الرئيس الأوحد الكبير وأن موفر يعني أرسته ومين هوكينغ ومين أنشتاين ومكذا إذا قورنوا بأرسته العقل الجبار الذي قل نظيره شيء مذي المخيف طبعاً طبعاً لا تقارن بين فيزياء أنشتاين فيزياء الذكية متطورة جداً أرسته أتحدث كعقل كشخصية كإبداع كقدرة مذهل أكثر من مذهل أرسته شيء مخيف حقيقةً شيء مرعب يعني مرعب مرعب قل أن يتكرر هذا الرجل قل أن يتكرر مثل هذا العقل فهذا رجل مؤمن بالله وعنده براهينه العقلية التي من الصعب أن تنقضها أو تردها من الصعب جداً حتى تنتحر عقلية حتى ترفض كل المنطق العقلي وكل طبعاً القياسات المنطقية المعترب بها والتي أشغل عليها بعضهم هنا وهناك ومرة ومر ومر